السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من علماشي هنكسر كم صنم مهمين او النهاردة هرد على كم سؤال وهكسر أصنام الكوليستيرول اللي الناس مرعوبة منه الكارنفوريا دكتور ازاي قلت الانسولين بيعلى هنتخن تاني وكم نقطة كده عايز أرد عليها من زمان وكنت مأجلها تعالوا نخبط كم صنم النهاردة انا دكتور علي وانت بتتفرج على برنامج علماشي يلا بينا نكسر الأصم ونبتدي الحلقة الكوليستيرول عندي عالي يا دكتور اينفع اعمل كيتو ولا لا يا دكتور الكوليستيرول عالي بعد ما عملت تحليل وانا ماشي كيتو اعمل ايه يا دكتور هو كده انا يعني معرض لأزمات القلبية بصوا عشان نجيب الصنم من تحت خالص اللي فهمكم انه الدهون مضرة والدهون المشبعة ودهنة اللحمة اللي في اللحوم وفي الأبقار والزبد هي اللي بتسبب أمراض القلب هو نفسش الأشخاص أو المجموعة اللي فهموكوا ان الكوليستيرول بيسبب الأمراض هم نفس المجموعة اللي بيكسبوا ملايين الدولارات كل يوم في بيع الستاتنز الدكاترة يا فهمو اللي هي مضادات الدهون اللي بتورو اللي بنتيلو والأدوية دي كلها اللي ما بتعملش أي حاجة هم دول المافيا اللي وصلوا لنا دول خدوا 1950 الأبحاث اللي قالت الأبحاث الغلط بتاعت أنس الكي وقالوا انه هو ده السبب فالدهون هي المشكلة احنا هنعليج لكم الدهون بمضادات الدهون مش هدخل في الموضوع ده خلينا للناس البسيطة ما اللي همش دعوا بخناقات شركة الأدوية الكوليستيرول كل يوم الصبح 2 جرام كوليستيرول جسمك بيفرزهم مخك كله كوليستيرول كل خلية في ملايين الخلايا الغلاف بتاعها كوليستيرول اللي تحت جلدك الكوليستيرول اللي الشمس بتيجي عليه تحوله الفيتامين دي كل هرموناتك أنوسة وزكورة وادرينالين وكل كل الهرمونات بتتلع من الكوليستيرول الله يعني الكوليستيرول حلو جدا من اللي خلال لكم ان الكوليستيرول ده بعبع وبعدين في حاجة التحليل اللي انتو بتعملوها اللي هو الكوليستيرول الضار الكوليستيرول النافع ده مش كوليستيرول أصلا كذبني لو فتا كترا يكذبوني ده LDL و HDL يعرفين يعني ايه بالانجليزي او بالعربي HDL high density lipoprotein ده البروتين اللي بيشيله الكوليستيرول ولو دينست اللي بتقول عليه مضير اللو دينستي ده البروتين اللي بيشيل بعض انواع الكوليستيرول ال HDL اللي بتقول عليه كويس انه هو بياخد الكوليستيرول يجدده لأهميته بيجدده في الكب HDL اللي هو الضار واحد كبير جميل قوي واحد والنوع التاني صغير قوي بيلزق في الايه في الاوعية الدموية ويبتدي يعمل الجلطات طب يا دكتر هو بالطب انت بتقولي LDL اللي هو اللي بيلزق في الحلايه ده انتو عارفين ان تجلطات بتحصل ازاي؟ بيحصل التهاب في الاوعية الدموية عارفين اي التهاب في العالم اي سببو؟ اظن انتو اسادز دلوقت اي سببو؟ السكر اي ده يعني السكر اللي بسيب جلطات اا اي حد فاهم هيقول اا الكولستيرول مش الكلستيرول هوا سبب الجلطات السكر العالي الذي يعمل التهابات في الأوعية الدموية والإنسلين العالي بسبب الجلوكوزي الذي موجود في الدم هو الذي يعمل لكم الجلطات هذا شيء ثاني حاجة وعذرا للنباتيين عندي نقطتين النهاردة سيزعلوا حبايب النباتين مني النقطة الأولانية الدهون الحيوانية فقط تحتوي على كيتو والذي ما يعرفش كيتو ده يعني ده ما يفهمش في الطب الكيتو ده عبارة عن فيتامين ربنا خلقه يعمل ايه؟ ياخد الكالسيوم من الأوعية الدموية يدخل العظم العظم عشان يبقى قوي هل يهمني ايه؟ الكالسيوم اللي بيتاخد من الأوعية الدموية عارفين ان الجلطات و اللي هو تصلوا بالشرايون عبارة عن ايه؟ عبارة عن كالسيوم ماسك في الوعاء الدمه وكالسيوم كالسيوم يبقى ناشف فاناشف ده يبتدي يقفل 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 في لغاية ما يقفل خالص يعني حضرتك لو الكيتو ده مش موجود الكالسيوم هيفضل في القلب و هيفضل في الأوعية الدموية مش هيروح العظم فالجلطات يجي يعني اللي ما بتاكلوش دهون حيوانية ما عندوش كي تو هيجيلكو جلطات في القلب والكالسام هيترصب في القلب وهيترصب في الععوية الدموية يبقى دي مصيبة عدم اكل دهون الحيوانية بعد كذبوا وقالوا ان الدهون الحيوانية بتسبب امراض القلب مع انها هي علاج امراض القلب بسبب الكي تو تاني حاجة ان السبب بيقولوا الكوليسترول الدرهاو هذا ليبو بروتيني اللي شايل نوع من الوعي البروتيني لان الكلسترول لا ينفعش يتساف الدم لوحده ويجب ان يتمسك على بروتيني فهو ده اللي بيروح ويجي احد النوعين اللي دي اللي الصغير هو اللي بيعمل لما يلقى التهاب يروح يقوم عامل لزء في الاوعاء الدموي الملتهب لو ما فيش التهاب مش هيلزأ اللي دي اللي لايبقى ضار ولا نيلة ولا اي حاجة من باديم ما فيش التهاب في الاوعاء الدموي مش هيحصل جلطات اصلا يبقى انا كده ضربنا موضوع الدهون بتسبب امراض قلب طب يا دكتور يعني سيبي الكوليسترول العالي اه يعني ايه الكلام ده ده ضد الطب لا مش ضد الطب اللي بيسألني يا دكتور الدهون عالي ايه يا دهون العالي يا حبيبي يقولي اللي دي اللي دي اللي هو الدر عالي يقولهم ليش دعوة التراجل سرايد اخبارها اللي هي دهون الثلاثية اللي هي بتعمل مصايب الدنيا كلها ويقوم بظهر الاخبار ويقوم بشرط الارهاية الدون الثلاثية جويسة ايه الواحك اتخاذ اقودي امشي انت تمام لو الدون الثلاثية دي كويسة في البروفيل بتاعك دي اللي دي اللي دي اللي عالي طب انا هو عالي اللي هو الكبير الكويس والصغير ما بيقوله لكش طب اله دي اللي عالي اواطم شهاهمني بس كل عايزة اعلى اله دهون كويسة في جسمك عارفين تعمل ايه عشان تعالي الدهون دي يأكل شي بشكل كوليستيرول أكمله كالكما أجبان وبعد عضوية من البيض سافر البيض في كليستيرول من اللحوم لا إله إلا الله يعني هسأنا نأكل الدهون عشان الكليستيرول يزيد لتحصل عندك الكليستيرول ما يكفف جسمك وعندك كي توق يحميك من أمراض القلب ضد ما العالم كله يقوله لكن هذا هو الحقيقة سيأتي بعد 200 سنة يقول له ياد فيه دكتور من زمان كان يقول الكلام ده ياريتنا ما اسمعنا كلامه يعني يبقى دي اول كسور ما تخافش من الكسور خاف من التراجل اسرائيل طب يا دكتور نعرف انا عندي عرضة لامراض القلب ولا لا نيجي بقى لشغل التمام العلم الحديث كله ما بيبعتش دلوقتي لبت بروفيل اللي هو الدهون السلسية وما اللي بيطور على ايه اسمه كالسيام كالسيام اندكس يعني يشوف الكالسيام قد ايه اللي انا قلت من شوية الكيتو بياخده يشوف الكالسيام ده موجود في القلب وفي الاوعيات دايه يقول لك انها هجيلك جلطات ولا لا هو دا دلوقتي العلم الحديث الكالسيام اندكس فانا دلوقتي بدان باكل دهون الكالسيام اوتوماتيك هيروح من الاوعيات دم ويدخل العظمي بقى انا حامي نفسي بالدهون من الجلطات قدي الصانم الاولاني الصانم التاني وزعلتوني زعلتوني مبارح لما قلتوا ازاي الانسليني يعني يا دكتور في الكارنفور ونتخن تاني انا يعني معلمتي انا راحة تعليم الخمسين الف بني ادم في التراب هو لما الانسلين بيعلى ليه عشان يدخل اللي موجود في الدم الخلايا طب لما يعلى لما فيه سكر كتير يقوم فاتح الخلايا السكر تبقى دهون تمام انما لما البروتين هو اللي عالي بيفتح الخلايا ما هو عبارة مش قوحنا قولنا الانسلين ده المفتاح فالانسلين اللي بيفتح الخلايا إلا هيدخل الخلايا أمينو أسدز ممتاز إذا يعني مش دهون لا اما الدهون فين احنا مش كيتو الدهون بتتحرق ما اتلخبطتوا مني ولا سهلة يبقى انا الكارنفور ده نوع من انواع الكيتو الكيتو بيستخدم اي وقود الدهون يبقى الدهون بتتحرق عشان عيش واكل وفكر وجسم كله بيحرق الدهون دي هي في الطاقة ما عندهش كلك وزا طب لما الانسلين يعلم عن اللحمة إلا هيدخل في الخلايا أمينو أسدز اللي هي البروتينات اللابنية البروتين اسمها أمينو أسدز بتوعي الجيم بناخدها عشان تتكبر العضلات هو ده الأمينو أسدز فما تخافش ان الانسلين يعلم وبعدين عندي مفاجأة استمعوا يقولي الألباب انا خسيت 4 كيلو وده انا مكنت عايزو 5-20 يوم دلوقت كارنفور 4 كيلو فات لان انا اي حد عارف بدان بتروح الجيم عضلاتك سابت ما بتروحش فانا خسيت 4 كيلو مش بسد يعني انا ما مبارح كذا واحد قال لي هو الكارنفور بيخسي سولتلو يعني ما مالوش علاقة وثيقة انما انا كشخص مالش دعو بالكتوب خسيت على الكيتو 4 كيلو في 29 يوم دهون لان انا ماش على كارنفور دايت قصدي كارنفور دايت بس خسسني 4 كيلو في 29 يوم فالعايز يخس اهو كارنفور انا اثبات انو بيخسس النقطة التانية اللي عايز اقول هالكو النقطة التانية ضد النباتيين النهاردة انا ايه كالت الصاحة في واجه كالت الصبح الساعة 11 هامبورجر يعني لحمة من البقر على لحمة من الخروف معمولة لحمة افرومة وعملت لها هامبورجر وكالت انا باكل ايه من الخضروات الجرجير والبقدونس كالت النهاردة جرجير اقسم بالله نار ولعت في بطني ايه دا؟ يا رب دا انا باكلش اللي الجرجير والبقدونس الجرجير النهاردة والله العزين تعبني جدا ام تراميه فانا كده يا رب مليش اللي البقدونس ادعو لي ربنا يخلي لي البقدونس يعني الى معايا انا كده لا يعيش خضره خالص كله راح كله راح مفيش فايدة البقدونس بس اللي فضيلي لو تعبت منه المرة الجاية يبقى جسم بيرفض رفض صريح الخضار ما فيش اللي الجرجير والبقدونس الجرجير دا يعني ممتاز انما دلوقتي راحل ايه؟ يبقى انا خسيت كيلو اربعة كيلو على الكرنفور وما بيعليش الانسونين حتى لو عالي الانسونين دي فايدة ليا هيدخل الامان واسد ويزود عضلاتي او يزود البروتين جوه الخلايا والجرجير راح مع اللي راحه دي النقطة الاولية اللي عايز اتكلم عليها فاوصل ونكمل بقية الحلقة النقطة اللي بعد كده ناس كتير بعتت للمية باللبون انا طبعا بنصحك اي حد في العالم يشرب الصبح مية بقطارات لمون عشان بيعمل حاجات كتير قوي مفيدة بس الناس بتقول لي الدكاترة بيقول لنا شربوا مية دافية باللمون او مية دافية بالعسل يعني ده ألف انا هكلم كده يعني هارجع لفيزياء التانية سانوي هو حضرك المية السخنة ولا الساء عليها لازم انها تدخل المعدة انا لازم اللي يدخل جوه المعدة ياخد درجة حرارة المعدة ولا انتو شايفين ايه؟ يعني لو خط مية سخنة ونزلة المعدة هتبقى سخنة لغاية ما توصل الدم طب انا لو خط مية ساعة في ناس بيقولوا تشرب مية ساعة عشان تحرق الكالوري لو انا شربت لتر مية ساعة الكالوري احتاج احرق 7 كالوري عشان اسخن اللتر داي بقى زي حرارة الجسم يا سلام اضرب انا لتر مية متلجة ينمل لساني عشان احرق 7 كالوري 7 كالوري داي انا لو ضربت مع يعني معلقة السكر انتو بتكلوها داي بها 10 كالوري ولا اكتر كمان فايه؟ فما فيش حاجة اسمها مية دافية او مية ساعة دا فيه مصيبة تانية اللامون لما يتحط على الشاي السخن او يتحط على مية سخنة الكالسيم والمعادن التي لا تتأثر إنما فيتامين سي فيتامين سي دي احنا خدنا في قولة طب إن الفيتامين سي بيتأثر بالحرارة بيتكسر فإنت لو اللامونة حطيتها على الشاي حضرتك أو اللامونة حطيتها على مية سخنة حضرتك الفيتامين سي بيتكسر فرح فيتامين سي راح أحد الحاجات المهمة في اللامونة فبتعمل إيه؟ مية من الحنفية مية فترة عادية خالص تحط عليها النقطة بالخل خل التفاح ممتاز جدا أو اللامون فمهم قوي إنك اللامون ده ما يبقاش بمية سخنة عشان ما تضيع ليش فيتامين سي أنا وعدت كذا واحد إن أنا أتكلم على اللو كرب هعمل حلقة مخصوص عشان الناس ما تزعلش مني قالت يا دكتور الكيتو مكلف يا دكتور الكارنفورد يعني إيه؟ حيونات ولا إيه؟ هتاكلوا لحمة بس؟ خلاص خليني مع الناس الحلوين بتوع الكرب اللو كرب ولو إنني ما بحبش اللو كرب لسببين الأولاني أنت وقدك الكاربوهايدريت فأنت لما تقل الكارب بتفضل همدان وأول ما يجي تحت إيدك أكل بتطحنه فما ينفعكش السيام متغطع بس حاضر حاضر أنا هعمل حلقة مخصوصة قواعد اللو كارب أو النشوي الرجيم منخفض الكاربوهايدريت النقطة الأخيرة اللي هتكلم عنها شانها في الحلقة دية يعني إيه أتكنز ويعني كيتو يا جماعة الأتكنز ده هايبروتين لو كارب اه كويس قبل منسة مهم جدا برضو أنتم خدوش بالكو منها في الكارنفور دايت أنت مالبروتين مش عاعة مش عالي عشان كده أنتم ما شفتونيش باكل لحم فراخ أو لحم تورك اللي هو لديك الرومي ليه لأن مفوش فات أنا لازم عشان أستفيد من الكارنفور اللي هو من عيلة الكيتو يبقى الفات عالي عشان الجسم يفضل كيتو ما يحولنيش غلوكوز في حتة اللحمة لازم يبقى فيها الفات بتاع عشان كده برضو مخدوش بالكو أنا قاعد مع ناس نايمة الصراحة أنتم نايمين من صاح صاح كده شوية أنا باهظ قلتلكو باكل الهامبورجر أو السيك ومعه بطين في حلقة مبارح بطين دجاج صح؟ عشان الفات اللي في الصفار بتاع البيض لو اللحمة مش سمينة الدهون تأتيلي ومتحمرة في الزبدة بقول له السيك في زبدة يبقى الزبدة من ناحية والصفار من ناحية حفظت أن مش البروتين هو العالي أنا مش أتكنز أنا كيتو أو كرنفور لازم دهوني عالية وصلت النقطة يبقى بدام دهونك عالية لا يمكن هتبقى كربوهايدرات تاني مش هتبقى جلوكوز فلما الإنسولين يعلي يدخلي الأمين واسد مش يدخلي جلوكوز لأنا ما عنديش جلوكوز فمهم قوي الكرنفور من عيلة الكيتو لازم الدهنة اللحمة تبقى بدهنتها يعني هنأكل فراغ ما تقول ليش صدر فراغ تاني خلاص راحت راحت منك بتأكل بروتين بيور إزاي أنت من عائلة الكرنفور من عائلة الكيتو فين دهنك حضرتك أنا هم من الدهون هو الصدر الفراغ في الدهون ولما تقول لي أشوي أشوي إيه ما خلاص راحت أيام الشواء إحنا كنا عايشين على الشواء والخضار من زمان راحت جرجير راحت جرجير المهم فما تشويش حمر في زبدة يا رايس في حتة زبدة وعليها بيضة وعليها جبنة اللي هي المتزاريلا اللي هي كاملة الدهن دي اللي تحط على البيتزا عال دهونك التوركي أو الدوك الرومي برضو بالجلدة بتاعته بالزبدة عليه بحط مايونيز ما المايونيز من صفار البيض اضرب دهون مفيدة المايونيز طبعا ما مش كونش عالي سكر يكون عضوي ففهمتوا النقطة دي الكرنفور يا جماعة كيتو عالوا البروتين هتبقى أتكنز أتكنز هذا نظام بروتيني أنا لا أقتنع بيه وصلت النقطة أنا كده جبت من الألف اللي يقف الكرنفور أنا خسيت 4 كيلو بحمد الله بطلت الجرجير وفهمتوا الكوليسترول ايه يعني الكوليسترول عالي؟ أنا يهمني أنا أنا أول تحليل 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 كلها تماما ال H D L D L طب ما طبيع ما أنا باكل دهون حضرتك ال H D L هي يعلم و L D هي يعلم ما أنا جسمي في دهون يعني أنت عايز تاكل دهون و بقاش في دهون في الدم هتروح فين؟ بالعقل فما تخافش من الكوليسترول لا تخاف خاف من تراجل سرايد اللي هي سبب السكرة السكر والفاكهة والفروكتوس والنشويات هو اللي بيتحاول تراجل سرايد فالتراجل سرايد واطي اللي بيعمل الجلطات هو ده اللي تخاف منه ونما ال L D L و H D L اللي بتشيل الكوليسترول شيله من دماغه و الكلام القديم ده مش صحيح لا مالوش علاقة كله خمسين بيضة في اليوم عادي ولا يحصل للجلطات ولا أي حاجة مهم الكالسيوم ما يبقاش في الاوعية بسبب الكيتو ومهم بتاكل دهون مفيدة وفيه حاجة تانية اللي بيعمل الالتهابات في الاوعية دموية غير السكر الزيوت اللي اتحط على النار مهم قوي النقطة دي اسف ان انا نسيت اقولها لما تحمى اللي بيحمره في كينتاكي ولا في البطاطس المحمرة ولا زيت الكانولا ولا زيت الدرة ولا زيت عباد الشمس لما يتحطح النار ويتحمر بيعمل حاجة اسمها فريلادكالشواري تتعور كل الاوعية الدموية فتعمل جلطات بتعمل الالتهابات في الاوعية الدموية فيا لهو يا ربي تخيل مصيبة البطاطس المحمرة زيت بيعور الخلايا وسكر عالي من النشوات اللي في البطاطس تتعلل الجلوكوز وتزود الالتهابات اقسم بالله البطاطس المحمرة دي انتو بتقتلوا عيالكو بتقتلوهم عاملين حاجة تلهب الاوعية الدموية وحاجة تكسر الاوعية الدموية في أكل واحدة اللهم هل بلغت عفواً اسادزتي النباتيين لا تزعلوش مني ونتقبل الحلقة الجاية كان معاكو كريم علي من على البحر سلام